السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي عندي سؤال زيناء يسمك سؤالي زواج القاصرة حلوه صحيح أم حرام زواج القاصرة صحيح أم حرام نعم هو قاصرة شكرا وطبعا تتكلم عن صغيرة السن وثم تشي في الفقه الإسلامي يسمى السياسة الشرعية فأحيانا تظهر المفاسد من شيء معين فيكون لولي الأمر بعد ذلك أن يجعل ضوابط لهذا الأمر خوفا من أن يشيع الضرر في الناس لكن العقد في نفسه صحيح وما يترتب وما يعني إمضاءه وعدم إمضائه فهذا يعود إلى أنظمة البلد وليس في هذا إن شاء الله تعالى معارضة لحكم الله ولا تبديلا لكلام الله ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا قد جاء عن كثير من أئمة المسلمين السياسيين عبر التاريخ أنهم يهدخلون أحيانا لضبط أمر الناس يفهموه على غير وجهه كما عند مسلم بالصحيح من حديث أمر أبن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر الطلاق قال إن الناس تعجلوا في أمر لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فهذه سياسة شرعية من عمر رضي الله عنه وأرضاه لتشبه أن الدولة عزها الله ترى أنه لو ترك الأمر لزواج القاصرات فكثير من الآباء لا يخافون الله عز وجل في بناتهم ويزوجونهم طمعا ورغبة في المال فيكون بذلك الضرر على تلك القاصرة أو الصغيرة التي بهذا الشأن وهذا قد يقودنا للقول أن على الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في البنات والأخوات فأحيانا إذا أذنت يأتي منع يأتي الكفء فيمتنع الولي بحجج مثل حجة تكافؤ النسب لا ستطيع أن نلزم الناس لكنك لو قررت قضية تكافؤ النسب إلى كل حد في كل دقيق وجليل لحرمت المرأة حقها وعلى الأخ والأب وعلى الإخوة بالذات لأن الأب غالبا يكون وأعظم شفقة لتدخل الإخوة يؤثرون على أبيهم أو هم قد يكونوا أولياء لأختهم فهذه القضية متى يعرفها الإنسان؟ أنت نقول لك أيها الأخ قبل أن تمنع هذا الكفء الذي جاء لي أختك هب أنك مت وتركت بنات هل تقبل أن أعمامك أعمامها الذين هم إخوتك يمنعونها من الكفء بعد ذلك وتبقى ابنتك تصل إلى الثلاثين إلى الأربعين إلى الخمسين ولا زوجة لها لا يمكن أن تقبل هذا فينبغي للناس ينبغي لمن ولي أمر امرأة أن يتقي الله جل وعلا في المرأة فإذا رغبها ورغبته وهو مؤد للصلاة والمرؤة فيه ظاهرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتلة في الأرض وفساد كبير وهو عليه الصلاة والسلام زوج زينب إلى زيد وهو أقل منها من حيث النسب الذي كان معروفا آنذاك وزوج غير ذلك فالمقصود لا ينبغي على الأولياء الأولياء تقوى الله عز وجل في البنات في الأخوات في اليتيمات لابد أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيهن إذا جاءهم الكفر زوجها هذا أفضل لك ولها وأسطر لك ولها والعلم عند الله